بسم الله الرحمن الرحيم النسبة بين 3 أرقام ضع في أبسط صورة مدين هنا 3 أعداد فيهم أعداد عشرية أهم حاجة عندي في أي مسألة نسبة سواء بقى نسبة ما بين عددين أو 3 أعداد أني لازم الأعداد المدينة لكلها تبقى أعداد صحيح يبقى أول خطوة أني بحول الأعداد العشرية إلى أعداد صحيح طيب العدد الأول اللي هو 1 و 18 العلامة بعد رقم واحد والعدد الثاني 48 من 100 العلامة بعد رقمين يبقى أضرب في عشرة ولا أضرب في مية طبعا بأضرب في الأكبر اللي هي في مية علشان أخلص من العلامة العشرية في العدد الثاني وهبقى كده حولت الثلاث أعداد إلى إيه إلى العدد صحيح 1 و 20 من 10 في مية تديني 120 48 من 100 في مية هتديني 48 و 2 في مية هتديني 200 طب كده الثلاث أعداد العامة بأعداد صحيح يا طرى دي أبسط صورة لا طب الثلاث أعداد يا طرى بيقبلوا الإسم على كام والله في ناس ممكن تقول الثلاثة يقبلوا الإسم على الاتنين ناس ثانية تقولي الثلاث أعداد يقبلوا الإسم على الأربعة ناس كمان ممكن تقولي إقبلوا الإسم على الثمانية وانت بتجرب بقى بالآلة وبتشوف الثلاث أعداد بيقبلوا الإسم على نفس الرقم المهم أنه هو يكون نفس الرقم طبعا اللي بيختار الاتنين صح واللي بيختار أربعة صح واللي بيختار تمانية صح بس اللي بيختار أزهر الرقم بيضطر يعمل عمليات الإسم كذا مر إحنا فليكن هنقسم على 4 120 على 4 تديني 30 48 على 4 تديني 12 200 على 4 تديني 50 تلعي 30 لـ 12 لـ 50 برضو لسه قادر أقسم على 2 30 على 2 هتديني 15 12 على 2 هتديني 6 50 على 2 تديني 25 يبقى أنا مرة أسمت على 4 ومرة أسمت على 2 كان ممكن من البداية أعمل أختصرة وخليها خطوة واحدة وأسم على 8 ناخد مسألة تانية نص إلى 2 إلى 1 وربع عندي كسر وعندي عدد صحيح وعندي عدد كسري أول حاجة أحاول العدد الكسري اللي هو 1 وربع خليه كسر عشان يبقى عندي على الأل في كسرين يعني يبقى كلهم شبه بعض فالعدد الكسري بتحاول إزاي هضرب 1 فاربعة زائد البسط اللي هو 1 تديني 5 على 4 لو مش عارفين نحطها زي ما هي كده 1 وربع على الأل الحسبة هكتبها لي الآلة هتديها لي يعني 5 على 4 كده عندي كسرين كسر على 2 والكسر التاني على 4 يعني مرة المقام هنا 2 ومرة المقام هنا 4 طب علشان أحول من كسر لعدد صحيح بضرب في المقام تبقى أنهي مقام الكبير يبقى هضرب في 4 للتلات أعداد يبقى نص في 4 تديني 2 2 في 4 بالتمانية 5 على 4 في 4 تديني 5 مسألة كمان بديني النسبة ما بين 1 ونص فدان إلى 20 إرات إلى 432 ساعة هنا الوحدات مختلفة يبقى نعمل إيه؟ لازم أخليهم زي بعض في الوحدات يا الثلاثة يبقوا فدان يا الثلاثة بالإرات يا الثلاثة بالسهم طب بما أنه عندي الثلاثة وحدات مختلفين فخير الأمور الوسط دايما لو بقوا الثلاثة وحدات مختلفين بختار الوسط ما بينهم طب بالترسيب كده الفدان أكبر بعدين الإرات بعدين السهم يبقى في النص فيهم إرات يبقى أنا أخلي الثلاثة إرات يبقى عشرين إرات دي هتفضل زي ما هي طب الواحد ونص فدان من فدان لارات بضرب في اربعة وعشرين الفدان اربعة وعشرين ارات يبقى اخد القيمة العند دي اضربها في اربعة وعشرين يبقى واحد ونص فاربعة وعشرين تديني ستة وتلاتين ارات طب من سهم الارات من الصغير للكبير هقسم بقى على ايه? على الاربعة وعشرين يبقى الربعمية اتنين وتلاتين هقسمها على اربعة وعشرين تديني تمنتاشر ارات يبقى الفدان ضربته فاربعة وعشرين السهم اسمته على اربعة وعشرين عشان اطلع التلات وحدات يبقوا بالايرات. كده النسبة عندي بقت ما بين واحد ونص فداني اللي هي ستة وتلاتين ايرات. الى عشرين ايرات اللي هي زي ما هي. الى ربعمائة اتنين وتلاتين سهم اللي هي جبناها بتمنتاشر ايرات. يبقى ستة وتلاتين لعشرين لتمنتاشر. وبعد كده ببسط لأفس الصورة. التلات اعداد اللي عندي يقبل الاسم على الاتنين. يبقى اسم على الاتنين. مسألة كمان اربعين ايرش لنص جنيه لستة من عشرة جنيه. هنا صحيح انا بجيب نسبة ما بين تلات اعداد. بس هنا في عندي وحدتين بس المختلفين. ايرش وجنيه يعني مش تلات وحدات. ايرش وجنيه بس وحدتين يعني. يبقى نعمل ايه? طالما عندي وحدتين يبقى بحاول من الكبير لصغير الاسهل. يعني من جنيه الارش. دايما يبقى عندي وحدتين بس. بحاول من الكبير للصغير. يعني بضرب. اسهل محاول من الصغير الكبير يعني هقسم وهيتلع عندي كسور وهضطر في الاخر اعداد عشرين يعني وهضطر في الاخر عامل ايه? احولهم لا اعداد صحيح. فعلى طول لما يبقى عندي وحدتين بحاول من الوحدة الكبيرة للصغيرة. طيب لاربعين ايرش هتفضل زي ما هي النص جنيه بخمسين ايرش. وستة من عشرة جنيه. ستة من عشرة في مية. ما هو الجنيه في مية ايرش? تديني ستين ايرش. يبقى دلوقتي النسبة هتبقى ما بين اربعين ايرش. الى نص جنيه اللي هي خمسين ايرش. الى ستة من عشرة جنيه اللي هي ستين ايرش. يعني اربعين لخمسين لستين. طبعا اقدر اشيل سفر من التلات اعداد توب اربعة لخمسة لست. يعني يبقى شيل سفر يعني كان يبقى سمع على عشرة للتلاتة اعداد. ناخد مسألة. النسبة بين الف وبه وجيم. هنا بقى المسألة مختلفة. الف لبه لجيم تلاتة لاربعة لستة. طب. الف بقى في الحقيقة اتناشر. يطرى به وجيم في الحقيقة بكام? يبقى. نفس الترتيب المدهولي. هقول الف الى به الى جيم. تلاتة لاربعة لستة. ايه? تلاتة لاربعة لستة دي النسبة. يبقى عندي النسبة وعندي الحقيقة. يبقى القيمة الحقيقية بقى بكام? النسبة فوق اللي هي تلاتة لاربعة لستة. طب في الحقيقة. في الحقيقة هو مديني الالف. يبقى تحت الالف تحت التلاتة. هنكتب اتناشر. تبقى هي دي الكيمة الحقيقية. هو بقى عايز في الحقيقة البيه بكام يبقى حط علامة استفهام. وكمان الجيم بكام يبقى حط علامة استفهام. علشان اجيب تاني قيمة اللي هي قيمة البيه يعني القيمة الحقيقية بتاعتها بنعمل ايه? بنعمل علامة المقص اللي قدامي بالشكل ده. او الطرفين في الوساطين. يبقى اربعة في اتناشر على تلاتة. طبعا لشان اجيب جيم برضو نفس الطريقة. عشان اجيب الجيم يبقى ستة في اتناشر على التلاتة. اللي هي طرفين في الوساطين. تديني اربعة عشرين. مسألة كمان النسبة برضو ما بين الف لبيه لجيم تلاتة لاربعة لاتنين. يبقى على طول الف الى بيه الى جيم اول ما مشوف الكلمات دي الف الى بيه الى جيم تلاتة لاربعة لاتنين. دي ايه? دي النسبة. طب الحقيقة بقى يا طرى القيمة الحقيقية مدي هلالف ولا للبيه ولا للجيم. ديني الف زائد به زائد جيم بسبعة وعشرين. يعني طبت المجموعة يبقى عندي مجموع للنسبة ومجموعة في الحقيقة مجموع النسبة دي بكام؟ 3 زائد 4 زائد 2 هتديني 9 ده كده مجموع إيه النسبة طب المجموع في الحقيقة هم الجهولي بكام 27 ألف زائد به زائد جيم في الحقيقة ب27 يبهك تبتح تخانة المجموع في الحقيقة في القيمة الحقيقية 27 وطبعا أنا ولا أعرف الألف ولا البيه ولا الجيم في الحقيقة بكام يبهك تضع 3 علامات استفهار كده سهل أو يجيب الألف والبيه والجيم أول حاجة الألف تتجاب إزاي طرفين فقصتين يبقى 3 في 27 على 9 نفس الكلام للبيه نفس الكلام للجيم يبقى الآلف 3 في 27 على 9 هتديني 9 4 في 27 على 9 ده البيه طرفين فقصتين 4 في 27 على 9 هتديني 12 الجيم برضو نفس الكلام طرفين فقصتين يبقى 2 في 27 على 9 هتديني 6 كده جبت التلات قيام في الحقيقة الالف والبيه والجيم الالف كانت تسعة والبيه كانت اتناشر والجيم كانت ستة يطرق التلاتة مع بعض مجموعهم بسبعة وعشرين زي ما كان مجمع كده تسعة زائد اتناشر زائد ستة هتديني فعلا بسبعة وعشرين يبقى الخطوة الاخيرة دي مهمة ان انا بتأكد ان الحل بتاعي صح مسألة كمان اذا كانت النسبة بين قياسات زوايا احد المسلسات هي خمسة لستة لسبعة يبقى انه مجيني ايه النسبة بين قياس الزاوية الاولى الى قياس الزاوية التانية الى قياس الزاوية التالتة خمسة لستة لسبعة ودي ايه دي النسبة يبقى نكتب على جنب كده اني دي النسبة طب يا طرح الحقيقة ده اللي يهمني بقى القيمة الحقيقية مجهالي الخمسين دي بتاعت ايه وكان قياس الزاوية الاولى يبقى القيمة الحقيقية اللي مديها لي مديها لي المين للزاوية الاولى يبقى تحت الزاوية الاولى نكتب خمسين مفهومة يبقى نكتب الزاوية الاولى للتانية للتالتة في النسبة خمسة لستة لسبعة في الحقيقة الحقيقة مديني خمسين بتاعت الزاوية الاولى يبقى اكتبها تحت الايه تحت الزاوية الاولى تحت الخمسة والزاوية التانية مش عارفينها ولا التالتة عارفينها علشان اجيب الزاوية التانية يبقى نعمل ايه? ستين خمسين في ستة على خمسة اللي هم الطرفين في وسطين. خمسين في ستة على خمسة. والزاوية التانية التالتة تبقى كام? خمسين في سبعة على خمسة. ناخد مسألة كمان. ازا كانت النسبة بين قياسات زوايا احد المسلسات. مسألة شبيهة باللي فاتت. واحد الاثنين لتلاتة. يبقى الزاوية الاولى للزاوية التانية للزاوية التالتة. واحد الاثنين لتلاتة. احسب كياس كل من هذه الزاوية وحدد نوع المسلس. طيب فين القيمة الحقيقية اللي مديها لي? مش مديني اي قيمة حقيقية في المسألة هنا. طيب المسألة الفاتت كان مديني الزاوية الاولى. بخمسين. انما هنا مش مديني ولا زاوية. طيب. ومشي احنا كنا واخذين معلومة قبل كده السنة لفاتت ان مجموع قياسات زوايا المسلس اي مسلس 180 يبقى مجموع الثلاث زوايا في اي مسلس في الدنيا 180 يبقى دلوقتي هقول ان النسبة ما بين الزاوية الاولى للزاوية التانية للزاوية التالتة للمجموع يبقى بين اربع حاجات دلوقتي الاولى للتانية للتالتة للمجموع النسبة هي واحد لاثنين لتلاتة طيب المجموع في الحقيقة مية وتمانين طف النسبة يبقى نجمع النسب واحد زائد اتنين زائد تلات تديني ستة كده خلاص الزاوية الاولى احط تحت علامة استفهام والتاني علامة استفهام والتالت علامة استفهام عشان اجيب الزاوية الاولى بضرب واحد في مية وتمانين على ستة عشان اجيب الزاوية التانية اتنين في مية وتمانين على ستة والتالتة تلاتة في مية وتمانين على ستة. يبقى مجرد ان انا بس برص الارقام عندي صح. في الاخر الاعداد عندي بتطلع كلها مصبوط تلاتين وهنا ستين وهنا تسعين عشان اتأكد هجمع تلاتين زائد ستين زائد تسعين. لازم التلاتة مع بعض يطلعوا بمية وتمانين. مجموع الزوايا لازم يطلع مية وتمانين. طيب هو بيقول لي كمان حدد نوع المثلث. نوع المثلث بتحدد بأكبر زاوية فيه. اللي هي تلاتين ولا الستين ولا التسعين. طبعا التسعين. بما ان التسعين دي زاوية قائمة يبقى المثلث هنا قائم الزاوية. يبقى بحدد نوع المثلث بأكبر زاوية فيه. مسألة تاني. اذا كانت النسبة ما بين تلات ارقام هي اتنين لتلاتة لستة. يبقى الرقم الاول الى الرقم التاني الى الرقم التالت. النسبة هي اتنين لتلاتة لستة. ومجموع الاول والتالت. تمانية واربعين. هنا بقى القيمة الحقيقية اللي مدي هاني. تمانية واربعين دي بتاعت مين فيهم? بتاعت مجموع بس ان هي مجموع مش مجموع التلاتة مع بعض. مجموع الاول والتالت. يبقى هنكتب الرقم الاول للتاني للتالت للمجموع. نخلي بالنا المجموع اللي مديهولي. مجموع الاول والتالت. يبقى لما هج اجمع النسب مش هجمع التلاتة بقى مع بعض. هجمع النسبة الاولى زائد النسبة التالتة. يعني اتنين زائد ستة. نسبة الرقم الاول زائد نسبة الرقم التالت. اتنين زائد ستة بتماني. وحط تحت بقى علامات استفها في القيمة الحقيقية. علشان اجيب القيمة الحقيقية للرقم الاول. طرفين فوسطين. اتنين في تمانية واربعين على تمانية. تديني اتناشر الرقم التاني برضو يبقى ثلاثة في تمانية واربعين على تمانية هتديني تمنتاشر علشان اجيب الرقم التالت ستة في تمانية واربعين على تمانية هتديني ستة وثلاثين كده عندي التلات ارقام يا ترى مجموع الاول والتالت فعلا بتمانية واربعين زي ما كان مديني نجمع كده الاولاني والتالت اتناشر زي ستة وثلاثين هتديني فعلا تمانية واربعين بقى انا في اخر خطوة بس انا بتأكد ان الحل بتاعي صح. بناء انا على الارقام اللي انا جبتها والارقام او الرقم الحقيقي اللي هو كان متجولي.